فالذي يعد من الأسماء الحسنى من معاني الخبير هو الخبير ببواطن الأمور وخفاياها وبالأمور التي يعلمها قبل أن تكون وتكون كما يعلمها بشكل عام العلم بخفايا الأمور ومنه مثلاً الحديث الشريف مثلاً رجل في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وأيضاً قوله تعالى إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم لأهو يعلم فإذن يعني الله سبحانه وتعالى عليم ببواطن الأمور وخفاياها وعلى العبد أن يلتفت إلى هذا إيمان يا مولانا بأنه من أسماء الله الحسنى الخبير كيف ينبغي أن يتجلى في أفعالي وفي حياتي؟ نعم العلماء قالوا في إجابة هذا السؤال أن يتعهد باطنه وخفايا قلبه ويقصدون الأمراض اللي هي الأمراض القلبية اللي هي الحقد والحسد والغضب وإلى آخره طبعاً هذه معروفة اسمها آفات القلب يعني عديدة جداً فيتعهدها ويحاربها ويكون بها خبيراً لأنه لو غفل عن هذا لا يصح أن يأخذ من هذا الاسم أي نصيب هو محروم تماماً الذي يعني يأخذ من نصيبه هو الذي يتعهد نفسه باستمرار يتعهد أمراض القلب اللي هي يبقى خبير بها لأنه العادة ألا يكون خبيراً لأنه لا ينشغل بها يعني تأخذه الظواهر وتأخذه المظاهر وتأخذه الحياة ولا يلتفت إلى ما في قلبه من آفات ومن أمراض ومن ذنوب وآسام لأنه ذنوب قلب يعني الحقدة ما يبنش للإنسان مثلاً أنه كارثة ويتب منه وكذاً إنما هو موجود في القلب فهذا الاسم الكريم خبير ينبهنا إلى أن نحن نستفيد منه في محاربة آفات القلب والآفات الداخلة في الإنسان وما أكثرها الآن بل الناس ينظر أن تجد شخصاً يتوقف ولو قليلاً ليحاسب نفسه على هذه الآفات أو هذه الأمراض فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامعة الأزهر ورئيس مجلسي حكم المسلمين استفدنا كثيراً من هذا الحوار شكراً جزيلاً لك